كان جريج رجلا صالحا من بني إسرائيل كان يضرب به المثل في عبادته وعلاقته مع الله عز وجل ولكنه كاد أن يكون من المعذبين بسبب دعوة دعتها أمه عليه ولكن بثقته في الله عز وجل نجاه الله تعالى وجعل على يديه معجزة خالدة فكان من الصالحين الذين برأهم الله عز وجل وأظهر على أيديهم الكرامة بعد أن تربص به المفسدون الفاجرون وحاولوا إيقاعه في الفاحشة وحاولوا دشويه سمعته بالباطل وقيل إنه كان يعمل بالتجارة وإنه كان يربح مرة ويخسر أخرى فقال ليس في هذه التجارة خير لألتمسن تجارة هي خير من هذه فعتزن التجارة وترهبا والرهبانية كانت في بني إسرائيل ولم يفرضها الله عز وجل عليهم ولكنهم بتدعوها فبنى صومعة يعبد فيها ربه تبارك وتعالى فما هي تفاصيل قصة جريج العابد الذي أصابته دعوة أمه وبماذا دعت عليه أمه ولماذا وكيف أنجاه الله عز وجل وما هي المعجزة التي أجراها الله عز وجل على يديه اشتركوا في القناة قصة جوايج هذا آبي روى لبخاري ومسلم في صحيحيهنا عن أبي بريرت رضي الله عنه وأرضاه ننبي صلى الله عليه وسندنا قال لم يبكلا في المهدي إلا فلا أيسد مريا وصاحب جريج وكان جريج مرجلا عاردا فاتحذ صومعة فكهن فيها صومعة هي معدد الرهقان في أناكن النائح فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرف فلما كان من العد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرف فلما كان من العد أتته وهو يصلي فقالت يا جويش فقال اي ربي أمي وصلاة فأقل لعلى صلاتي فقالت أممه اللهم لا تميته حتى ينقر إلى ودوه المومسات والمومسات جمع مومس وهي البري الزانية التي تجاهر بمعصيته فتذاكر بني إسرائيل جويشا وعبادته وكانت امرأة من بري يتنثل بحسنها فإن مرأة زانية يبرب المفل بحسنها وجمال أقال كن شئتم لأفتننناه لكم عن دينه إلا أوغيناه بالفاخشة فيبرق دينه قال فتعفضت له فلم يلتفت إليه فأتت راعيا كان يأوي إلى صل معده فأمقنته من لفسها أي فأفلت له أن يزني بها فوطع عليها فزنى بها راعي فحنلت فلما ولدت قالت هو الجويش إنه ابن جويش فأتوه فاستمزلوه وهدمون صل معده وشعلوا يبرمونه فقال ما شهنه قالوا زريت بهذه البغي فولدت منك فقال أي مصري فجاءوا به فقال دعوني حتى أصنلي فصندى فلن منصرف أتو الصري فطعن في بطنه وقال يا أولان من أبو قال فلان نضاي قالت أقبلوا على جريج يقدبرونه ويتنسحون به وقالوا نبني لك سوماعة تتمين ذهد قال لا أريدوها من طرين كنا قال إن قصة جريج العابد هي بيان لحال الصالحين والأولياء من عباد الله عز وجل الذين لا تضطرب أفئدتهم عند المحن ولا تقيش عقولهم عند الفتن بل يلجأون إلى من بيده مقاليد الأمور كما لجأ جريج إلى ربه عز وجل وفزع إلى صلاته عندما اشتد كربه وقد قص علينا خبره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة وذكر منهم عيسى بن مريم وصاحب جريج فأما عيسى بن مريم نطق وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي فكان نطقه عليه السلام آية ومعجزة والثاني صاحب جريج وجريج هذا كان رجلا عابدا اتخذ صومعه فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته وفي رواية أنه كان تاجرا يزيد مرة وينقص مرة يعني يربح مرة ويخسر مرة ثم مل جريج من التجارة وقال إني سأنظر لي تجارة مع الله تبارك وتعالى أفضل من ذلك فبنى صومعة وترهب فيها وكان يقال له جريج فاعتزل جريج التجارة وترهب والرهبانية كانت في بني إسرائيل ولم يفرضها الله عز وجل عليهم ولكنهم بتدعوها قال تعالى ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتغاء رضوان الله وهنا استثناء منقطع أي نحن ما كتبناها عليهم ولكنهم هم الذين فعلوها فإلا بمعنى لكن وفعلوها بتغاء مرضات الله وعندما أتوا بها ما رعوها حق رعايتها لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه لا رهبانية في الإسلام وفي الحديث أن هذا الرجل بنى صومعة ليعبد الله عز وجل فيها فأتته أمه ذات يوم وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا رب أمي وصلاة فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا رب أمي وصلاة فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي رب أمي وصلاة فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان جريج فقيها لا ترك صلاته وأجاب أمه فهو يصلي صلاة النافلة ولو كان فقيها لا ترك الصلاة ورد على أمه ولكنه كان عابدا فالرجل وهو يصلي تناديه أمه يا جريج فلم يرد عليها وقال يا ربي أمي وصلاتي يعني ماذا أفعل هل أرد على أمي أم أكمل صلاتي فآثر جريج صلاته وهكذا صنع ثانيا وثالثة لكن أمه تعبت منه فدعت الله عز وجل عليه وقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه البغايا أو المومسات والمرأة أيضا كانت حنونة عليه في الدعاء فما قالت اللهم لا تمته حتى يزني أو يقع في الفاحشة ولكن دعت عليه أن ينظر في وجوه المومسات وانظر كيف كان مجرد النظر إلى وجوه الفاجرات والعاهرات يؤذي قلوب الأولياء والصالحين وكانوا يعتبرونه نوعا من البلاء والعقوبة فكان أقصى ما تدعو به المرأة على ولدها أن يرى وجوه المومسات كما فعلت أم جريج ثم تذكر بني إسرائيل جريجا وعبادته وزهده وقد كان مشهورا عندهم حتى إن ملك بني إسرائيل يعرف جريجا ويعرف عبادته فسمعت بذلك امرأة باغي يضرب الناس الماثل بحسنها وجمالها من ضمن ذلك المجلس وكانت امرأة فاجرة عاهرة في غاية الجمال فتعهدت لهم بإغواء جريج وفتنته فقالت للمجلس من بني إسرائيل تتحداهم إن شئتم لأفتننه وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله قالت لإن شئتم لأوصيبن منه يعني سألد لكم منه وهم يعلمون أن جريجا لا يمكن أن يفعل هذا الشيء فذهبت إليه الفاجرة فلما تعرضت له لم يأبه بها وأباء يكلمها ولم يعرها أي اهتمام فازدادت هذه المرأة الباغي حنقا وغيظا على جريج حيث فشلت فيما ندبت نفسها إليه من فتنة ذلك العابر الزاهد ورأت أنها ستخسر المراهنة مع بني إسرائيل فعمدت إلى طريقة أخرى تشوه بها سمعته ودبرت له مكيدة عظيمة فقد كان هناك راعي يأوي إلى صومعة جريل فباتت الباغي مع هذا الراعي فإذا بالمرأة تمكن هذا الراعي من نفسها حتى يزني بها والعياذ بالله فلما زنى بها الراعي حملت منه في تلك الليلة ثم وضعت غلاما وافترت على جريج أنه هو أبو هذا الغلام فتسامع الناس أن جريجا العابدة قد زنى بهذه المرأة فخرجوا إليه فذهب بني إسرائيل إلى جريج ليعلم منه من أبو هذا الغلام وكيف تفعل يا جريج هذه المصيبة ذهبوا إليه ومعهم فؤوسهم ومساحيهم فنادوه فلم يجبهم والذي حصل مع أمه حصل مع هؤلاء فلم يكلمهم دريج لكن أمه كانت حنونة فسكتت أما هؤلاء فلم يسكتوا فبدأوا بهدن الصومعة عليها فلما فعلوا ذلك نزل إليهم فجعلوا يبربونه ويشتمونه ويتهمونه بالرياء والنفاق فقال ما أمركم وفي رواية أنهم أخذوه وأخذوها وربطوهما بحبال في أعناقهما وأخذوا يبوفون بهما في الناس فيسألهم ما الأمر فيقولون سلها به وفي رواية أنهم وصلوا به إلى بيت الزوراني فلما وصل إلى هنالك خراجنا إليه ينظرنا إليه فضحك فتعجبوا منه كيف يضحك عندما داء إلى بيت الزوراني فأخذوه واللهبوا به إلى الملك فقالوا هذا دريج الذي يذكر من عباداته ما يذكر فإذا بالملك يقول لدريج أنت الذي يذكر من عبادتك كذا وكذا ويحك يا دريج كنا نرك خير الناس فأفبلت هذه اذهبوا به فاصلبوه فلما ذهبوا به ليسلبوه طلب منهم الإنظار فتركوه وفي رواية أنه صلى لله عز وجل وكأنه نام ثرأ في منامه أنفعل كذا وفي هذه الرواية أنه قال أين الغلام فأتوا به فطعن بأسبوعه في بطنه وفي رواية أنه أخذ غصنا من شجرة وطعن به في بطنه وسال دريج الغلام والناس ينظرون فقال له من أبوك فأمطق الله عز وجل العلام وتكلم بكلام يسمعه الجاني ويفهمونه فقال أبي فلان الراعي فبرأ الله عز وجل دريجا فأرف الناس أنهم قد أخطأوا في حق هذا الرجل الصالح فأرادوا أن يكفروا عما وقع منهم تجاهه فأرادوا عليه أن يعيدوا بناء صومعته من ذهب سرصد وأصر أن تعاد من الطين كما كانت ولما سألوه عن السبب الذي أضحكه عندما مروا به على بيوت الزوان قال ما ضحكت إلا من دعوة دعتها علي أمي ولولا لقف الله عز وجل به وأنه من أولياء الله سبحانه لبن ونزل فيها به المعصية ولكن الله عز وجل لنا يبيع عليه صناة صحيح أنه لم يجب أمه ولكنه ألبنه عبادة ومنزلة عند الله عز وجل فلم يتركه الله سبحانه وتعالى في الموقف الذي كان فيه هذه قصة دريج وصنيع الناس معه وهي قصة عجيبة جدا فيها بيان فقة دريج بالله سبحانه وتعالى حيث أخذوه ليصلبوه فقال لهم أتركوني أصلي وأدعو ربي سبحانه وإذا بالله عز وجل يبرئه وينجيه فالله تعالى يتولى الصالح وهي قصة مليئة بالربر والإفعات تبين خطورة عقوق الواندين وترك الاستجابة لهما وأنه سبب اليحنول المصائب والبلاء على الإنسان وأن كل هذه المحن والابتلاءات التي تعربنها ذلك العبد الصالح الزاهد والعابد التقي كلمت بسبب عدم استجابته لنداء أمه كما تؤكد هذه الكصة ضرورة السنة بالله عز وجل وبعرفته في زمن الرخاء وأن يكون عند الإنسان رصيد من عمل صالح وبرل وإحسان ينديه الله عز وجل به في زمن الشدائد والأزمات كما أنجى جريجا وبراه من التهمة بسبب صلاحه وتقى وأما الربيع الثالث الذي يتكلم في المهد فهو كما ذكر لنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بين نصري يربع من أمه فمر رجل راكب على دابة فالهة وشارة حسنة فقالت أمه اللهم جعل ابني نثل هذا فتركت فدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني نثله ثم أقبل على فديه فجعل يرتضع قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصباعه السبابة في فمه فجعل يمصها قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم جعلني مثلها فهناك تراجع الحديث فقالت حلقا مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم جعل ابني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم جعلني مثلها قال إن ذاك الرجل كان جبارا فقلت اللهم لا تجعلني مثله وإن هذه يقولون لها زنيتي ولم تزني وسرقتي ولم تسرق فقلت اللهم اجعلني مثلها والظاهر أيضا أن هناك رابعا لهؤلاء الثلاثة وهو من أصحاب الأخدود والذي قال لأمه عندما أرادوا إلقاءه في الزيت المغلي يا أمة الله اصبري إنك على الحق تثبيتا لها من الله عز وجل فهؤلاء أربعة ترجمة نانسي قنقر